قصص كروية أسباب تألق ميسي في كوبا أمريكا 2021 نهائي كوبا أمريكا على ملعب الماركانا سيشهد كلاسيكو متجدد بين الأرجنتين والبرازيل السليسان سيسعى للدفاع عن لقبه الذي حققه عن جدارة واستحقاق في نسخة 2019 في حين تصل الأرجنتين إلى هذه المباراة بعد أن قدمت أداء مقنعا في كوبا أمريكا 2021 على خلاف السنوات الماضية تبدو الأرجنتين أكثر عزما وتصميما على تحقيق اللقب ويبدو ميسي أكثر توهجا وتألقا مع منتخب بلاده فما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك الكرة الذهبية ميسي يريد السابعة عرف عن ميسي ومنافسه كريستيانو رونالدو إصرارهما الشديد وشراهتهم للألقاب الفردية والجماعية وذلك لا يعتبر مفاجئا فبسبب ذلك التنافس أصبح هذا الثنائي الأكثر استمرارية وحفاظا على مستواهم على مدى أكثر من عقد من الزمن فميسي دائم التطلع إلى الفوز بالكرة الذهبية تماما كغريمه كريستيانو رونالدو السباق نحو الكرة الذهبية هذا الموسم يبدو مفتوحا أكثر من ذي قبل ولكن ميسي حتما يملك الأفضلية للفوز بها خصوصا في حال تمكن من تحقيق بطولة كوبا أمريكا فلو كانت الكرة الذهبية تعطى لصاحبها بناء على إحصائياته في الموسم الكروي فلن ينالها أحد غير الليو ميسي فهو من ساهم في 47 هدفا حتى هذه اللحظة منهم 33 هدفا منذ بداية العام 2021 قدم ميسي واحدا من أفضل عروضه الفردية هذا الموسم في ربع نهائي كوبا أمريكا أمام الإكوادور عندما تمكن من تسجيل هدف رائع من ركلة حرة مباشرة تغنى بها الجميع قبل أن يقدم تمريرتين حاسمتين ليحمل منتخب بلاده نحو حلم الفوز بكوبا أمريكا بعد مباراة الإكوادور أصبح ليونيل ميسي يمتلك 75 هدفا مع المنتخب الأرجنطيني فقط بفارق هدف واحد عن الأسطورة البرازيلية بيلي ليقترب النجم الأرجنطيني من أن يصبح الهدف التاريخي لمنتخبات أمريكا الجنوبية كما أن ميسي بات يمتلك الرقم القياسي لأكثر لاعب تسجيلا للهدف مع منتخب الأرجنطين في الأدوار الإقصائية من البطولات الكبرى حيث تمكن من تسجيل 20 هدفا ميسي أيضا حل كثاني أفضل هدف في أوروبا خلف روبرت ليفندوفسكي والذي كان يعتبر منافسا له في الكرة الذهبية إلا أن خروج بولندا المخيب من الدور الأول لكأس أمم أوروبا سيجعل ميسي في وضع أفضل للفوز بالكرة الذهبية وخصوصا في حال تمكنه من التتويج بالكوبا إنهاء عقدة الألقاب مع منتخب الأرجنطين منذ بداية بطولة كوبا أمريكا 2021 كان واضحا أن ميسي يركز على هذه البطولة أكثر من سابقاتها النجم الأرجنطيني يعلم أن ما تبقى له في عالم كرة القدم ليس بشيء الكثير فميسي قد بلغ عامه الرابع والثلاثين هذا الصيف وهو ما ينظر باقتراب انتهاء مسيرة واحد من أعظم لاعبي كرة القدم إن لم يكن أعظمهم ولأن الفوز ببطولة كوبا أمريكا وتحقيق مجد له في الأرجنطين يظل الهدف الأسمى لرجل حقق كل الألقاب الأخرى كان لابد لليونيل ميسي من العمل بجد في هذه البطولة لمحو الصورة السيئة التي تكونت عن أدائه مع المنتخب وإسكات المنتقدين بعض الصحف التي أشادت بأداء ميسي في كوبا أمريكا عنوانت قائلة أن منتخب الأرجنطين أخيرا وجد نسخة ميسي التي كان يتمتع بها برشلونة طوال هذه السنين فميسي تمكن من تسجيل أربع أهداف وتقديم خمسة تمريرات حاسمة ليكون المساهم الرئيسي في الفوز في كل مباراة من مباراة كوبا أمريكا يبدو منتخب الأرجنطين أكثر توافقا وانسجاما هذه المرة فالمنتخب الأرجنطيني بالرغم من امتلاكه للعديد من المواهب على مر السنين إلا أن تضارب المراكز والأدوار في أرضية الملعب كثيرا ما أثر على المستوى الجماعي للمنتخب كان المدرب حريصا هذه المرة على إيشاد توليفة تساعد ميسي على تألق أكثر وتمنحه الحرية على أرضية الميدان ميسي يمتلك علاقة جيدة مع لاعبي خط الوسط الحاليين في المنتخب الأرجنطيني أكثر مما كان عليه الحال في الأجيال السابقة فميسي تمكن من الانسجام بوضوح مع كل من جوفاني لوسيلسو ورودريغو ديبول كما أنه كون صداقة رائعة مع مهاجم إنتر ميلانو لوتارو مارتينيس البعض عزى ذلك إلى أن الجيل الجديد من اللاعبين ينظر إلى ميسي على أنه أسطورة وقائد ميداني خصوصا وأنه من أكبر اللاعبين سنا في الملعب على عكس ما كان عليه الحال مع رفاق الأمس المدرب ليونيل سكالوني سكالوني لا يمكن اعتباره من المدربين لا قوياء تكتيكيا إلا أن مكمن نجاحه في هذه البطولة هو إعادته للهدوء لغرف الملابس في منتخب الأرجنطين فالمدرب الشاب كان شاهدا على كل الخلافات والخصامات التي حدثت في فترة المدرب خرخ سانباولي عندما كان مساعدا له فهو يدرك تماما الأخطاء التي وقع فيها سلفه فقد نجح المدرب سكالوني في إعطاء حرية أكبر للعبين ومن بينهم ميسي المنتخب الأرجنطيني لم يخسر لمدة 17 مباراة متتالية تحت قيادته قبل بطولة كوبا أمريكا صرح ليونيل سكالوني بأن هدفه الأساسي هو إعادة الهدوء للمنتخب وجعل اللاعبين يستمتعون بكرة القدم بعيدا عن الضغوطات وخصوصا ميسي وهذا ما ذكره عندما صرح قائلا عندما نتحدث عن ميسي فأننا نتحدث عن أفضل لاعب على الإطلاق في كرة القدم أفضل ما نتمنىه كعشاق كرة القدم هو أن يستمر في اللعب الجميع يستمتع عندما يلعب ميسي بما فيهم النقاد يجب أن نجعل ميسي يستمتعه أيضا بلعب كرة القدم سكالوني لا يملك تلك الشخصية القوية ولا الأساليب التكتيكية الفذة إلا أنه شخص مرن تمكن من فهم نفسية اللاعبين وأتاح لهم الكثير من الحرية تطور الدور القيادي لميسي وصل ميسي مرحلة متقدمة من النضج كقائد بسبب الإخفاقات التي تعرض لها في السابق مع المنتخب والانتقادات التي لا طالما تعرض لها بسبب عدم تصرفه كما يفعل القادة تقدم السن والخبرات المكتسبة جعلتنا أيضا نشاهد نسخة مختلفة من ميسي هذه المرة فاللاعب تطور كثيرا وبات قائدا حقيقيا على أرض الميدان وذلك يظهر من تصريحات زملائه في الفريق حيث صرح زميله لوتارو مارتينيس بعد مباراتهم أمام الإيكوادور قائلا كلنا نتبع قيادة ميسي اليوم شاهدنا ذلك مجددا لقد تمكن من صنع الفارق وكلنا كنا نتبعه جناح المنتخب الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس بدوره صرح قائلا ميسي يمنحنا الثقة في أنفسنا علينا أن نواصل بهذه الطريقة أعتقد أنه بإمكانه قيادتنا إلى الطريق الصحيح بدوره ليونيل ميسي أدل بتصريحات أظهرت مدى نطجه وتطور مهارته القيادية حيث قال دائما ما كنت أقول أن الإنجازات الفردية هي أمر ثانوي نحن هنا من أجل شيء آخر أريد أن أهنئ هذه المجموعة على العمل العظيم الذي قامت به لقد قضينا وقتا طويلا بعيدا عن عائلاتنا وكل ذلك في سبيل تحقيق شيء مميز يبدو ميسي بأدائه المبهر والمستقر على مدى البطولة أقرب من أي وقت مضى لإنهاء جفاف الألقاب في الأرجنتين والذي استمر منذ العام 93 فإذا ما فازت الأرجنتين بهذه النسخة من كوبا أمريكا فحتما ستتم تسميتها ببطولة ميسي شاركون بآرائكم وتعليقاتكم هل يستحق ميسي الفوز بالكرة الذهبية هذا الموسم؟ لا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل جديد فبدعمكم نستمر